اشتركوا في القناة مرت شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات مارة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة سندي في موضوع آخر شكلت تهم مستجدات الحالة المدنية رقم 36-21 محور ندوة انعقدت بمراكش بمبادرة من مجلس مقاطعة جليز الندوة تميزت بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش وتضمن برنامجها تقديم عروض حول اختصاصات النيابات العامة في مجال الحماية المدنية ومستجدات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ومستجدات القانون 63-21 المتعلق بالحالة المدنية دولياً اضطر أكثر من 11 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في سلفادور ديباهيا شمال الشرق البرازيل بسبب فيضانات في 19 بلدية بهذه الولاية وفق ما أعلنت السلطات المحلية هذه الأخيرة تولت تقديم مساعدات للمنكوبين في وقت أعلنت فيه وكالة الدفاع المدني في الولاية أن الأمطار الغزيرة تسببت بمصرع 17 شخصاً بما في ذلك شخص لقي حتفه الأسبوع الماضي في أخبار الكوارثي الطبيعية أيضاً ارتفعت حصيلة ضحايا إحصار الراي بالفليبين إلى 389 شخصاً فيما لا يزال 64 آخرون في عداد المفقودين صحيفة فليبين ستار المحلية نقلت عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها قوله إن اجتياح الإحصار الراي للأقاليم الوسطى والجنوبية تسبب في تدمير أزيد من 500 ألف منزل بينما قدرت الأضرار في البنية التحتية بأزيد من 16 مليار بيزو فليبيني في أخباري الفضاء أطلقت الصين أمس قمراً اصطناعياً جديداً للموارد إلى مداره المخطط وذلك من مركز تايوان للأقمار الصناعية بمقاطعة سانشي شمال البلاد إدارة الفضاء الوطنية الصينية أوضحت في بيان أنه تم إطلق قمر اصطناعي لموارد على متن صاروخ حامل من طراز لونجمارش 4C وتمثل عملية الإطلاق المهمة 403 في سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونجمارش رياضياً وبسبب فيروس كورونا تم تاجيل إجراء المبارتين المقررتين غداً الثلاثاً بين ليدز يونايتد وأستن فيلا من جهة وأرسونال ويلفر هامبتون من جهة أخرى في الدورة العشرين من البطولة نجليزية لكرة القدم وبذلك يرتفع عدد المباريات التي تأجلت في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 15 فيما رفضت تندية الدور الممتاز خلال الاجتماع لرابطتها الدور خيار تعليق الموسم مؤقتاً ختم الموجز مشاهدين التفاصيل أوفعنا أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر